موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أعزائنا المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد قد يكون الشاعر أنشودة لم يكتبها وإنما كتبتها النهاية التي تنفتح على بداية إنها بداية تخبر الإنسانية أن الشاعر مقيم في كل روح حية في كل قطرة شذى في كل زهرة تحمل للإنسانية الخير الوفير والحب الكبير الذي يتسع إلى الإنسانية جمعا هي رسالة الشعر والشاعر الذي يأبى أن يكون عمره وحياته مقرونة بمجموعة من السنوات وإنما يريدها أن تكون مسيرة ممتدة لخلود ينشأ حيا وإن رحل الشاعر الذي كتب تلك الأنشودة ووثق تلك القصيدة في هذه الحلقة من بيت القصيد نستضيف الأديب والباحث الموريتانية الأستاذ أحمد سالم الشنقيطي وحديث مطول وموسع عن الراحل الشيخ ويلد بن لعمش إنها مشاعر وشجون عالية وسعداء بتشريفك لنا في بيت القصيد أستاذ أحمد شكرا لك الله أستاذ الصفاء الله يحييك أنا سعيد كذلك بهذا يعني الإطلال معكم وبهذه الاستضافة وأشكرك وأشكر من خلالك هذه القناة المباركة وكل تحيات لكم وتحياتنا لك لتشريفك لنا الشعر والشاعر هذه القضية اللهبة في وجدان الأمة وفي ضمير الشعب الموريتاني على وجه الخصوص حدثنا عن هذا الشعب عن هذه البيئة التي تستحق منك أن تفرد لها الكثير من المساحات قولا وفعلا يا أحمد الله يحييك حقيقة هذه بدء أعيد وأكرر أني أشكركم جدا على هذه السانحة وأشكر قناة الرافدين وجمهورها الكريم ولها أقول وله سلام من محب غير خب تملك قلبه منك الغرام فموجبه الرشد أني أحبك والمحب له ذمام أحبك لوجه الله ربي ومن يحببك حقه له احترام حقيقة كما تفضلتم الشعر الشنقيطي والثقافة الشنقيطية تحتاج إلى أن يفرض لها الكثير من الحلقات لأنها سفر خالد مسافر في التاريخ لكن إذا أردنا الحديث عن هذه الثقافة وعن هذا الشعر وعن هذا العطاء نحتاج أن نرجع إلى الوراء قليلا عن أصول هذه الثقافة كيف نشأت كيف بدأت خصائصها هذه الثقافة تأخذ وتنبع من الإسلام يعني أخذت جذورها من الإسلام يعني دخل الإسلام إلى بلادها مع الفاتح المشهور عقب بن النافع بعد ذلك جاءت حركة المرابطين تلك الحركة التي تأسست في موريتانيا وأنبتت في جذورها حب اللغة العربية وحب الشعر وحب الإسلام وكان من قادتها يوسف بن تاشفي هو كذلك كان من قادتها طبعا هي تأسست في موريتانيا في شنقيط ثم يعني ذهب جزء منها إلى المغرب فأسسوا مراكش وفتحت بعض المدن ثم امتدت حتى إسبانيا وانتصروا في معركة الزلاق المشهورة ثم إن فريق منها كذلك ذهب إلى الجنوب في إفريقيا ففتح الدول الإفريقية وأدخل هناك الإسلام بقيادة أبي بكر بن عمر وكان معه المفكر السياسي المشهور الحضرم الذي ألف كتاب الإشارة في أدب الإمارة وطبعا في هذه المرحلة ازدهرت مدن شنقيط ووادان وكانت شنقيط من المدن السبعة في الإسلام كانت في تلك الفترة يعني مدينة شهيرة جدا بالعلم والاقتصاد والسياسة كما أسلفت كان فيها الحضرمي وهو الذي أسس أو كتب ذلك الكتاب المشهور الذي يقال إن صاحب كتاب الأمير أخذ منه شيئا هذا الكتاب يعتبر حقيقة وإن كان لم يعطى تلك الأهمية أو لم يشتهر كثيرا في الثقافة الإسلامية كان كتابا مهما وهو الإشارة إلى أدب الإمارة عن نشأة حب الشعر عن نشأة الشعر في تلك البقعة من ديار الإسلام ألا وهي ديار شنقيط هذه النشأة تحتاج منا إلى كما أسلفت أن نذكر قضية المرابطين وكذلك مجيء القبائل العربية من الجزيرة وهذه القبائل كانت عصية على كثير من الدول مثل الدولة الفاطميين فوجدوا جزيرة عربية تشبه كأنها نسخة من الجزيرة العربية في بلاد الخليجي ونحو ذلك فتوطنوا هناك وامتزجت هذه القبائل العربية بالقبائل التي قبلها والتي كان قد تأسست في زمن المرابطين طبعا كانت قبائل موجودة وقبائل أيضا من أصول إفريقية هذا الامتزاج شكل غنا في الثقافة العربية وحب الشعر والإسلامية وحب الشعر وإلى ما ذلك ولعل هذا ما أشر إليه الشاعر الشنقيطي في قوله تناغمت في دمي ذرات آباء العرب البربري الزنجي الأولى الصهر في الدين والضادي بين الحاء والبائي كانوا متحابين في اللغة وفي الإسلام كان يجمعهم الإسلام وأيضا كانوا يفتخرون بغنى هذه الثقافة التي مزجت بين العربي ويعني عربت ما لم يكن عربيا فكان النسب العربي بمذهبة اللغة حتى أن أحدهم يقول إننا بني حسن دلت فصاحتنا على أننا بالعرب العرباء أننا إلى العرب العرباء ننتسبوا إن لم تقوم بينات بأننا عرب ففي اللسان بيان أننا عرب ففي اللسان بيان أننا عرب من هذا البيان من هذا البيان يعني كانت هناك نهضة شعرية حقيقية بعد هذا الامتزاج هذه النهضة للأسف غابت عن يعني المد أو مركز الحضارة العربية والإسلامية ولم تعطيها تلك الأهمية هذه النهضة لم تشهد سقوط الشعر كما حدث في العالم العربي لكن المشكلة أن نصيتها لم يذع في الآفاق هو كذلك هذا قد يكون تقصير من الشناقطة نفسهم كذلك تقصير هذا تصريح خطير أكيد وتقصير أيضا من النقاد العرب ذلك أنهم في العادة لا يهتمون بالمدن التي في الأطراف فموريتانيا كانت جسر بين الحضارة العربية والإسلامية والحضارة الإفريقية لذلك قد لم يهتم بها النقاد كثيرا وإلا لو كانوا اهتموا بها لكانوا جعلوا في مقدمة رواد النهضة وللطلبة هذا الشاعر الذي سبق البارود في معارضاته الشعرية عارض الشعراء الجاهليين عارض الشعراء في صدر الإسلام في قصيدته تأوبه طيف الخيال بمريمة فبات معنا مستجنا متيمة وأتمنى أن نفرد لهذا الشاعر حلقة مستقلة لا بأس أكيد أن تشوقتنا كثيرا يا أحمد من هؤلاء الشعراء أيضا الشيخ ولد بلعش ولد بلعش الذي سنعطيه حقه هو كذلك سنعطيه حقه لكن أنا أردت أن أشير إلى هذه النقطة المهمة ملتصر لو سمح تفضل أن ولد طلبة كان هو رائد النهضة في العالم العربي لو أنصف الدعو عظيم جدا في هذه البيئة الشعرية المتطلعة للعلم والمحبلة ولد شيخنا الشيخ البن لعمش في مدينة جميلة يقال لها محيرذ أو قرية هذه المدينة رائعة في مظاهرها مسمها مرة ثانية محيرذ وهي تصغير في اللهجة الحسانية الاسم حرف فمحيرذ منطقة جميلة جدا في ولاية أدرار وولد لعائلة من أهل العلم أبوه كان قاضيا في تلك القرية يحكم بين أهلها أمه كانت متطلعة بالعلوم الشرعية وكانت حافظة للسيرة النبوية وكان يقرأ عليها الكثير من العلوم ووجد في مكتبة أبيه الكثير من الكتب فامتلأ ثقافة شقيطية بحتة بعد ذلك انتقل إلى مدينة أطار هذه المدينة أيضا من المدن التي مدت موريتانيا بطاقات كثيرة جدا من ناحية ثقافية من ناحية ثقافية ومن ناحية سياسية كذلك فكان أحد أبنائها رئيس موريتانيا وهو معاوية سيد أحمل الطائع لأطول فترة في الدولة الموريتانية من أبنائها أيضا المفكرين والشعراء من أبنائها بعض العزة على قلبي الذين أعطوني الصورة جميلة جدا عن هذه المدينة مثل محمد والإمام ومولاي عبد القدوس فمدينة تمزج كثير من الثقافات ولد في هذه المدينة أيضا هذا الشعر الكبير ولد في هذه المدينة وكان نابغة في أول يوم الله في المدرسة هو يحكي عن نفسه أنه سقط ذات يوم في يوم ماطر سقط في نجة فبسبب همته وتطلعه إلى معرفة العلم تابع سيره إلى المدرسة فلما دخل القسم ضحك عليه بعض الطلاب فما كان منه إلا أن ارتجل بعض الأبيات التي يقول فيها ردا على هؤلاء يقول طبعا هذا هو كان في السن العاشرة من عمره هذه الأبيات التي سبقها وكتبها وفي السن العاشرة وفي السن العاشرة من عمره ماذا قال شوقت قال عبرت بحار الطين كي أبلغ الذي أردت وما زودت نفسي من الصبر فلما توسطت البحر بزورقي تداعت بحور الطين في المد والجزري فغاصت إلى الأعماق رجلاي للذي رأيت وما قد خدت من اللجج البحري إلى أن أتى الرحمن منه بعونه فخلصني مما جرى لي من الأمر ولما أتيت القسمة صرت ضحية لسخرية الأقوام من حيث لا أدري ففوضت أمري للذي أنا عبده فذاك معيني في جميع الذي يجري ففوضت أمري للذي أنا عبده فذاك معيني في جميع الذي يجري منذ صغره كان يتسم بالحكمة ويقوله أكيد أكيد مع أنه لا يعتبر هذا شعرا لكنه كان باكرة منبوغ عن شخصية هذا الشاعر الجليل أبيتون تحدث عن شاعر سيتشكل في الأفر شاعر ظهر وللأسف رحل سريعا صحيح لكن قصائده حية في وجدان كل من يحبونه وفي روح كل من يؤمن بأن الكلمة بإمكانها أن تغير الوجع أو أن تمحو هذا الوجع وتجعل الحياة يعني واسعة أكثر السعر هو كذلك هو كذلك تابع دراسته في هذه المدينة كان من المتفوقين في الباكوروليا طبعا بعد أن امتلأ علما وشعرا من شنقيط وجد منحة الدراسية إلى سوريا هناك أيضا عانق المتنبي وعانق الفرزق لذلك سنرى في شعره الكثير من التأثر يتأثر بسوريا بهذه الشخصيات بالشام صحيح ويتأثر بالشعراء القدمة وبالشعراء المعاصرين مثل نزار قباني والحقيقة نزار قباني أثر في كثير من الشباب الموريتاني وكثير منهم يرددوا شعراء كثير من الشعراء يعني مروا على سيرة قباني شعراء وتأثروا بقصاعدهم فيه هو كذلك كان هذا الشاعر شعره مليء بالإنسانية نحن نتحدث عن الشيخ خلد باللعمش باللعمش طبعا كان مما يميز شعره أنه شاعر ذوري شاعر يبحث عن الحرية والإنسانية طبعا وأنا دائما أقول أن الحرية هي السقف للإبداع يا صلاة هي الرئة للإبداع الشعري وليس في الشعر فقط في السياسة كذلك فتوقو الحرية التي تعبر عنها الديمقراطية التوق أيضا إلى الحرية الاجتماعية هذا كله نجده في شعر ولب اللعمش الذي كان شاعر إنسانية تراتيل من دم الأحلام هذه القصيدة تنبه عن إنسانية هذا الشاعر اقرأ علينا يا أحمد يقول لتفترش الأحلام من لغتي حقلا أحاول أن ترقى الحروف إلى أعلى يا سلام وأخلق من طيني المواجع طائرا لأنفخ فيه الروح قافية تتلى صحبت جموع الهاربين من الأساء لعل غماما يحمل الماء وظل أفتش عن أرض بها يأمن الورى ومن أين لي شبر يكون بلا قتلى يا سلام لماذا ورثنا القتلى من عهد آدم وما فتئ التاريخ يمتدح النصلى أعدي يا أحمد أنظر إلى هذا البيت لماذا ورثنا القتلى من عهد آدم وما فتئ التاريخ يمتدح النصلى كفرت بكل الزاحفين إلى الذرة إذا كان جسر النصري أن يجرح طفلها هذا بيت مليء بالإنسانية دعنا ننظر في ذات البيت أعمق يا أحمد هو يريد أن يقول لا قيمة لكل هذه الحروب لكل هذه الانتصارات المزيفة إذا جاءت على حساب أنين الأطفال الصغار وهو كذلك بغض النظر عن جنسياتهم أعراقهم دياناتهم هذا يؤسس إلى كون من المحبة والتصافي والسلام وهو الناشئ في بيئة إسلامية ملتزمة هو كذلك يعني حرية هائلة إنسانية هائلة في هذا البيت بحث عن أحلام لم تعد موجودا للأسف هو توفي ولم تتحقق هذه الأحلام للأسف فهو يقول مثلا كفرت بكل الزاحفين إلى الذرى إذا كان جسر النصر أن يجرح طفلا لكي يسعد الإنسان ما زلت عاشقا يطرز أذواب البنفسجي والدفلا أنا كروان للحزانة غناؤه وبسمة مصلوب لجدته الثكلا ولي في رحاب القلب صومعت الرؤى وأوتيت ملكا في المحبة لا يبلى انظر إلى هذه المحبة الإنسانية إلى هذه الصور البلاغية الجميلة وهذه اللغة الراقية التي تبحث عن أحلام ليست موجودة ونتمنى أن توجد يختم هذه الأبيات بنوع من النبل كان أنبلة من أبي فراس الحمداني في قصيدته المشهورة أراك عصية دمعي شيمتك الصبر أمال الهوى نهي عليك ولا أمر إلى أن يقول معللتي بالوصل والموت دونه إذا ملت ضمآنا فلا نزل قطر أما شيخنا يقول سأغرف للباكين من زمزم الرضا وإذا ملت ضمآنا فوردهم أولى هذا حقيقة كثير من النبل والإنسانية والكرم والجود في هذه القصيدة الرائعة ربما يضعنا الشيخ ويلد بن لعمش رحمه الله في قصائره الحية الخالدة هذه أمام مسؤولية عميقة وكبيرة جدا ألا وهي أن يكون الشاعر إنسانا ينتمي إلى معاناة البسطاء من أبناء جلدته هو كذلك ولا يتمصل منهم ويفاخر بهم ويباهي دائما الشيخ البلعمش حقيقة كان محاميا للضعفاء ينافح عنهم في محاكم الظلم كان ينطق بلسانهم نجد في قصائده الكثير من البكاء على القدس البكاء على والحداء لها البكاء على الشام وما تعرضت له يقول مثلا في قصيدة في قصيدة حداء له مشهورة قصيدة جميلة جدا يقول فيها حداه العذب أشجى الليلة والإبلة طبعا الإبل من ثقافة الشنقيط فهو تربى أيضا في محيط يعني له جذور تهتم بالخيل والإبل ويعتز بهذه الملامح الثقافية هو من هذه البيئة لا يمكن أن ينسلخ عنها والنخل كذلك حداءه حداءه كذلك حداه العذب أشجى الليلة والإبلة والشعر يسكب من عليائه عسلا ملثم في صحارة التيه يذرعها يا خنجر الدهر لا تفتك به رجلا صبرا عليه فنار الحب في دمه من ألف عام تغني لحنها الثملة ملثم عن دخان العار قامته شعاع نور تحدى الغيم والظلل يرنو إلى القمر الغافي على جبل هل لا كتبت بحبر الشوق ما حصل هل ذقت يوما هوى شنقيط يا قمرا يجتاز كل حدود الغيب مرتحلا قعد هل ذقت يوما هل ذقت يوما هوى شنقيط يا قمرا يجتاز كل حدود الغيب مرتحلا بثثت شوقي إلى عينيك أغنية وأدمنت شفتاي الخمر والقبلة بثثت شوقي إلى عينيك أغنية وأدمنت شفتاي الخمر والقبلة أنا أخوك معا جاءت جحافلنا من مطلع الشمس من مطلع الشمس يوما واعتلت زحلا أنا سليل حروف الفجر قد سكرت بالشرق روحي ولم تحفل بمن عذلا غرست في كل شبر نخلة رضعت كبر العراق الذي بالنوم مكتحلا غرست في كل شبر نخلة رضعت كبر العراق الذي بالنوم مكتحلا بكيت هارون ذيء الممطرات له يشفي الغرور بدمع النسك مبتهلا بكيت خمر أبي نواس يحضنها يحاذر العسس الليلية والدخلا أبكي عيون المهى بين الرصافة والجسر العتيق فلا أبغي بها بدلا يا حرقة الدمع والشاشات تحصد لي ما أفسدت يده هلاك وما قتلا لو كان جرحا وحيدا ما استطعت له صبرا فكيف وجرح القدس من دملا يا سلام لو كان جرحا وحيدا ما استطعت له صبرا فكيف وجرح القدس من دملا شربت مر الأسى والأرض تهتف بي أضعت مجدك يا هذا فمتخشلا لربما فرقتنا ألف نائبة وأنكرت خيرنا البيداء والسبلا لكن ما قدر الليل الصباح وفي بوحي البنفسج سلوان لمن خذلا إن يطفئ النور فالآمال من طفأت أو يغفل الأهل فالزيتون ما غفلا أو يغفل الأهل فالزيتون ما غفلا فحقيقة كان شاعر أمة كان شاعر أمة بما في الكلمة من معنى كان ثوري في شعره أيضا فحين يعارض المتنبي الذي امتلأ حبا له طبعا في إقامته في الشام كان يعانق تاريخ المتنبي أبي فرس الحمداني وكان يموت عشقا في هذا الشاعر لذلك عارضه بقصيدة جميلة تحكي عن واقع بلاد الشام فيقول في مطلعها عشق الشام زمنا طويلا لا دأس فيه نعم درس الهندسة في الشام وخاصة في حلب جاءها أعتقد في التسعينيات يا سلام وما إن جاءها وشم خرج منها مشبعا بالذكريات نعم عبق التاريخ هناك حتى مات وجدا فيها وكتب فيها الكثير تخرج منها سنة 2005 في الهندسة وطبعا هو كان يجمع بين الهندسة والتاريخ كان يهندس الكلمات كان يعني محب للشعر أكثر من حبه للهندسة وكان يقول إن الشعر أصعب من الهندسة يعطينا مما عزف على إقاع المتنبي صبت على رأس سيف الدولة الحمم لله أين بن حمدان أين هم يا سلام ما زال في الأسر لم نرسل بفديته أبو فراس فيفشي سره الألم وشيخنا المتنبي لا روائعه تشجي كفى بك داء أيها القلم تسور اللص محراب الحريم وقد غاب الرجال فلم يعبئ به الخدم كم حرة روحها التقوى تحاصرها شبيحة النذل والشبيحة العجم الآن يا حلب الشهباء يسلمنا هذا الزمان وتنسى فضلنا الأمم العالم العربي اغتيل من زمن ومجلس الأمن مهزوم ومنقسم ليشرب البحر من خارت عزيمته فمثلنا بجناب الله يعتصم يا سلام أما كفى معشر الأشرار ما سرقوا غبنا ومن قتلوا جبنا ومن ظلموا قد أقسمت شرفات الحي في حلب ألا يطوف بها باغ ولا قزم ولن يبت على ضيم بها أحد تأبى العروبة والإسلام والشمم ستقصف الطائرات الآمنين هنا لكن تظل سفوحا دوننا القمم ومن ركام الأسى زيتون فرحتنا آت ويبنى بإذن الله ما هدم آت ويبنى بإذن الله ما هدم هذه القصيدة تحدث عن شاعر مسافر في الشعر في مدن الشعر بأن الفجر آت لا محالة أكيد أكيد مهما يعني كثر سواد الليل مهما صعوبة الحياة مهما ازدادت ساعات الليل حلكة إلا أن شمس الصباحي والانتصار لابد آت لكل مظلوم ومضطهد وهو كذلك حقيقة قصيدة تنبيع عن كثير من الأحلام الجميلة تنبيع أيضا عن واقع مريض فعلا والمبدع دائما لا بد أن يكون منطلقا من واقعه ويبحث عن حل لمشكلاته فالشاعر لا بد أن يلاصق واقع أمته لذلك كان هذا الشاعر صانع المدن الشعرية والعوالم الإنسانية والفكر المستنير نتذوق رحيق اللغة في شعره حقيقة كان شعره ينبئ عن ثقافة تراثية أصيلة معطرة بالثقافة العصرية كذلك سنتحدث عن هذه الثقافة بشكل موسع لكن سنأخذ استراحة قصيرة وفاصل ما رأيك؟ أبشر إذن المشاهدين الكرام الآن نخرج إلى فاصل قصير بعده نواصل ما تبقى من هذه الحلقة أبقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا مشاهدين الكرام في الوطن العربي يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نيلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي كما يمكن لمشاهدين في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب أعمودي حياكم الله أعزائنا المشاهدين وأهلا وسهلا بكم ما زلنا في رحاب هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد في هذه الحلقة معنا هنا في الأستوديو الأديب والباحث الموريتاني الأستاذ الرائع أحمد سالم الشنقيطي والحديث متواصل على الشاعر الراحل الشيخ والبل لعمش قبل أن نكمل في مسيرته إنسانا ومثقفا وشاعرا يوصي بغرس فتيلة أو فسيلة الحياة في وجدان كل إنسان حر قبل الشعراء قبل كل هذا نريد قصيدة جديدة هذه القصيدة أهداها إلى دمشق طبعا أنا كما ومتأثر كثيرا في دمشق ومحب لها يقول لها خذي قلبي فأنت به أحق يا سلام وقولي للزمان أنا دمشق على إيقاع ديرويش أو على إيقاع أحمد شوق حينما قال سلام من صبابردة هو كذلك أرق خذي قلبي فأنت به أحق وقولي للزمان أنا دمشق أنا قمر يسافر في غمام أنا الأوتار والنغم الأرق كتبت على جبيني الصبح الشعري فللآيات من شفتي دفق أحاول أن أعود إلى شبابي فيمنعني من الأحلام خنق كأن جداول الأيام ضاقت كأن جداول الأيام ضاقت بوهم نبعي حين أطل برق وكيف نحرر الأوطان يوما إذا الإنسان عبد مسترق يا سلام وكيف نحرر الأوطان يوما إذا الإنسان عبد مسترق ممانعة ويمنع كل حر فلا رأي يباح وليس نطق أرى وطنا كريما مستباحا وشعبا للكرامة يستحق ودرعا ودرعا للشموخ تظل درعا لها في العز والدرجات سبق أخي الإنسان في بلدي مجال لأن نحيا معا ولديك حق فلا تحرق بنارك بوح وردي فليس يفيد بعد الآن حرق أخي الإنسان أنت أخي لماذا تعذبني أقلبك لا يرق هي الشام اكتست كفلا وضجت فكمل الأنبياء يكون شنق وفي حلب بنو حمدان هب وفي حمص خيول الفتح بلق وبانياس الجريحة ما استكانت وللرايات في البيضاء خنق خفق وفي الصنمين لا صنم ولكن من الأوثان تحرير وعدق وموج اللاذقية في تحدي يجدده الفداء وفيه عمق حماه على الجراح تعيش عمرا وتنهض دائما إن هب شرق وهو الشعب الكريم فهل سيبقى عقاب الرأي تنكيل وسحق أحبك يا بلاد الشام عمري وأعرف أنك البلد الأحق يا سلام ولا شرف يبيح الظلم يوما فبعض الحيف للحسنات محق أحن إليك يا حفاء أو حتى يحطم أضلعي ولهن وعشق خذي قلبي فأنت به أحق وقولي للزمان أنا دمشق يا سلام كان شاعر مبدأ شاعر لا يحيد عن نصرة الحق كان دائما مع المظلوم كما أسلفته هو كان محاميا للضعفاء يتحدث عن حقوقهم من لسان حال الشعوب وتطلعاتها وآمالها ورغبتها للتحرر من كل يد ظالمة وطالية وكما أسلفته كانت الحرية همه الوحيد الحرية طبعا بالالتزام بالتزام ما تنبني عليه الدول وتقوم على ازدهارها وتسعى نحو خلاصها هو كذلك التزام ذقافته التزام ذقافته والتزام كذلك الحرية النابعة من الإسلام طبعا هو كنت سأشير إلى حياتي أنه كانت الحركات الإسلامية في فترته والحركات القومية ناشطة جدا وكانت تريد أن تستقطبه لكنه كان فوق كل الحركات كان لكل الموريتانيين ولكل الأمة العربية والإسلامية ما أن الحصة الإسلامية كان حاضرا وبقوة في قصائده ونصوصه طبعا أكيد سواء الشرية أو النثرية كل الأوصاف التي كانت تبحث عنها الحركة الإسلامية كانت موجودة فيه فالأوصاف طبعا كما يقولها الشاعر الحركة الإسلامية شباب ذللوا سبول المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب للدنيا غصونا إذا شهدوا البغاء كانوا كما تندكون المعاقل والحصونا هذه المواصفات كانت موجودة فيه كانت موجودة فيه أيضا المواصفات التي يبحث عنها الحركي القومي إذا القوم قالوا من فتنخلت بأنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي هو كان حقيقة فوق كل الحركات كان إنساني بامتياز أعطينا قصيدة جديدة شوقتنا هذه القصيدة إلى اكتشاف جزء آخر من طبيعته وروحه التي لا تمل وتبقى خالدة برك الله بك أستاذي مصطفى هذه القصيدة سطرها في رحلته إلى أمير الشعراء هو طبعا شارك في أمير الشعراء وكان الثالث في دورته الخامسة أعتقد وفتح هذا الشعر هذا البرنامج له آفاقا كبيرا جدا طبعا وهذا البرنامج فتح آفاقا كبيرا للشعر لا يمكن انتعر ذلك فكان حقيقة ذورة في الشعر العربي وحتى يكفيه فخر حصل على المركز الثالث نعم يكفي لهذا البرنامج فخرا أنه كون جمالية التلقي عند الجمهور فصار الجمهور نقادا مع النقاد هنا يقول في قصيدة بعنوان شوقا إلى شطآنها يا سلام أدمنت شوقا إلى شطآنها السهرة فاعبر على ذات ألواح كمن عبر أكل ما قلت يا عرش الرؤى أرني أنظر إليك يقول انظر فسوف ترى يا سلام وصرت من طبق ترقى إلى طبق إذا وصلت فعانق ويحك القمر بدأت مسراك من شنقيطة فتل بها على الورى ذمنا من سورة الشعر تريد ملكا فيبكي صاحب حزنا على امرئ القيس لما أزمع السفر تريد ملكا فيبكي صاحب حزنا على امرئ القيس لما أزمع السفر وتصطفيك أبو ضبي كعادتها أم تلاقي ابنها من بعد من تضر كانت شفاهك طول الدرب ذابلة فكيف في لحظات أصبحت ذمرا كانت شفاهك طول الدرب ذابلة فكيف في لحظات أصبحت ذمرا كان القصيد تماثيلا تزخرفها وحين لامسه النقد استوى بشرا يا سلام على السفينة عشرون الرياح بهم كان القصيد تماثيلا تزخرفها صحيح هذه الصورة بلاغية جميلة جدا ولعب بالحروف ورسم بالكلمات كان القصيد تماثيلا تزخرفها وحين لامسه النقد استوى بشرا على السفينة عشرون الرياح بهم طورا تميل وتأتي مرة نشرا يا بحر ما أنا بالناجي إذا غرقوا ولا الأمير إذا لم يصبحوا أمرا هنا أيضا يتجلى الشيخ الإنساني الشيخ الكريم فهو لا يريد الإمارة ليس أنانيا نعم يريد نصرا جامعا جامعا يريد فرحة جماعية للجميع لا أن يقطف زهرة السعادة وحده ويبقى الآخرون يعني بعيدين عن شذاها وكذلك أو عن سعادتهم بتحصيل مرتبة ما أو مركز ما يريد لكل الشعرى الذين شاركوا أن يخرجوا بسعادة وهذا سبحان الله وهذا سبحان الله يعني مبدأ عنده في كثير من قصائده يا بحر ما أنا بالناجي إذا غرقوا ولا الأمير إذا لم يصبحوا أمرا فكان نبيلا حقيقة في كل شعره وأخلاقه إذا أردنا الآن كان ذا ثقافة دينية قوية جدا ويتجلى ذلك في قصيده هذا تماما ما أردت أن أسألك عنه وقبل القراءة في قصيدته التي تريد أن تأتي من خلالها على حسه الإيماني والإسلامي والمنتمي إلى أقيدته المنافح عنها والمكافح في سبيلها نريد أن نتحدث عن تشبث الناس باللغة الصافية رفضهم لكل دخيل إيمانهم بأن هذه اللغة جزء أساسي في تكوين شخصية الرجل المسلم في شنقيط وكذلك في مختلف دول العالم العربي والإسلامي عن إيمان الناس بأن اللغة يجب أن يظلوا حاملين مشعلها هو كذلك هذه المسألة اقتنعت بها شنقيط وأهل الشنقيط في بداية تاريخها نعم فكانوا محافظين على اللغة العربية ولما جاء الاستعمار طبعا شنقيط هذه الدولة لم تكن تحت سلطة أي دولة بعد المرابطين لكن مع ذلك كانوا مدرسة على وهور العيس كانوا يتنقلون في محاضرهم في كل بلد لكن مع ذلك كانوا محافظين على العلم على الشعر على اللغة العربية فكانت تتميز حضارتهم بأنها حضارة بدوية لكن عالمة وهذا العمر يكسر قاعدة بن خلدون الذي يقول إن العلم مصاحب المدنية لكن شناقطة كسروا هذه القاعدة وكان الاهتمام باللغة العربية والاهتمام بالثقافة العالمة التي مصدرها الدين الإسلامي والفقه والأصول واللغة العربية كان حقيقة يحمل لواءها الشناقطة ولا يزالون وإن كان فيه نوع من التناقص القليل بفعل اللغة الفرنسية رغم أنهم حاربوا هذه اللغة في الاستعمار لكنهم حاضر رغم كل التحديات هذا التشبث والحب للعربية وتنشأت الأبناء على حبها وتعليمهم إياها لا يزال حاضرا لا يزال حاضرا فكرة الكتاتيب لا تزال موجودة لا تزال الحاضر والكتاتيب موجودة والشعر يحفظ معنقاته والشعر الإسلامي في صدر الإسلام والأموي والعباسي وحتى الشعر المعاصر قبل أن تأخذنا إلى نفوس المسافرة وهذه قصيدة أيضا لشيخ البلامش رحمة الله عليه يقال أنا لم أتثبت من صحة هذه القصة لكن يقال إن أحدهم حينما تجاوز إشارة المرور في موريتانيا تحديدا في العاصمة نواكشود يقال إن الشرطية أوقف وفقل له قبل أن أحرر لك مخالفة إن قرأت علي بيتا من الشعر لا أعرفه سألغي المخالفة ويقال إن السائق أحضر له أو تلى عليه بيتا من الشعر واعترف الشرطي بأنه لم يسمعه من قبل وألغى المخالفة وسمح له بالمرور هل مثل هذه المواقف الطريفة التعلق باللغة العربية ما بين المواطن والمسؤول أو ما بين المواطن والمواطن الآخر هل فعلا موجود بمثل هذه أكيد موجود موجود جدا وفيه الكثير من القصص والكثير أيضا من التعلق كما أسلفت باللغة العربية وبشعرها وبتراثها ويعني عندنا في المحاضر أن الذي يحفظ أربعين بيتا من الشعر لا بد يعني الفتوة لا تكون للفتاة أو الطفل إلا إذا حفظ أربعين بيتا في صغره قبل أن يبلغ طبعا يحفظها مع القرآن وعندنا إذا حفظ الإنسان أربعين بيتا قد لا يفعل شيئا يعني يخالف المروءة وعندنا المعلقات تحفظ بشكل واسع وكل الشعر يحفظ بشكل واسع وإن كان اعتمد الكثير على الحفظ وترك بعضا من التعمق في المعاني لكن مع ذلك ظل الشناقطة حافظي الشعر ويتغنون به مع كل شعر خذنا إلى نفوس المسافرة النفوس المسافرة هذه قصيدة حملت الكثير من المعاني وعنوانها هو العنوان الثاني لديواني الشيخ رحمه الله الصادر سنة 2020 قبل وفاته أم بعدها؟ بعد وفاته بعد وفاته هو صدر له ديوان قبل ذلك اسمو بريد الراحلين كان مليء بالإنسان كما لو أنه يتنبأ لنفسه بقدره هو كذلك يا سلام ثم صدر هذا العنوان في ديوان آخر وكما أسلفنا كان ينافح فيه عن المظلومين وكذلك كان يتغمص بعض ثقافة الشناقطة إلى القصيد ويبحث عنها يقول اشرب فليلك بالهيام جدير كل الكؤوس إلى يديك تشير لا ثوب في سهر الدموع لبسته إلا وفيه من الرجاء بخور أوتيت مزمارا يعتق بوحه جدل الضفاف ورملها المسحور أنت المسافر لا ظلال لسربه حتى ظلالك في السراب هجير قاسم تزادك كل قلب جائع ماذا سيبقى والجياع كثير يا الله قاسم تزادك كل قلب جائع ماذا سيبقى والجياع كثير تخفي ابتسامك إن فرحت بومضة ما لم ينر ليل الوجوه سرور أيام عمرك للرحيل مدائن وحروف شعرك للحنين جسور أيام عمرك للرحيل جدائل أيام عمرك للرحيل مدائن وحروف شعرك للحنين جسور لم ترسم الصحراء فيك منارة إلا وعير خلفها ونفير ودعت قافلة الحجيج فلم يزل في الكف من أثر الوداع عبير عيناك مبصرتان بعد عماهما فعليهما ألقى القميص بشير يا سلام تتلو على الأسحار عيناك مبصرتان بعد عماهما فعليهما ألقى القميص بشير هو كذلك ما أجمل هذا البلد أكمل يا أحمد عيناك مبصرتان بعد عماهما فعليهما ألقى القميص بشير تتلو على الأسحار من نبأ الهوى أن الأحبة ذنبهم مغفور تأتي من الطرف القصي كفكرة ويشيب في لحظاتك التفكير وجه ابن تاجفين وجه ابن تاجفين يقبس نوره من وجنتيك فيوسفا ستصير يا سلام ها أنت تبحر ثم ينقلق المدى قدرين بينهما الفنار منير يتهيب الطوفان كل سفينة فيها على الألواح منك سطور ما بين ذاك الطود والموج المحدق فيك للقمر المنير عبور ستعانق الجنات أندلسية فتغار منها خيمة وغدير ونقشت في روح النخيل حكاية عن سد مأرب ربعها مهجور وطفقت من ورقي على الحسرات تخصف يا أبي وأنا بك المستور قدر علينا أن نسير وربما توقف الدنيا ونحن نسير وربما تتوقف الدنيا ونحن نسير لا فضفوك ناقلا ومتأثرا يا أحمد عن واجب الثقافة ولزوم تكريم الشاعر حيا لا راحلا فقط أكرمك الله وأنا كذلك أشكرك حقيقة على أنك أتحت لنا هذه الفرصة بصلة رحمنا الثقافية فالرحم الثقافية يجب أن توصل لأنها لا تعتبر لا تعتبر الحدود ينبغي للمغترب أن يصل ثقافته يصل رحمه الثقافية دائما وأبدا وحقا أنا ممتن لك على إتاحة هذه الفرصة بل نحن نسع دائما أنك أضعت على سيرة هذا الشاعر وكذلك قرأت علينا الكثير من لآله لآله الشعرية العالية ولكن للأسف يبدو أن الوقت أوشك أن يدركنا فالوقت متاح فقط لقراءة هذه القصيدة وإن على عجالة لا بأس اقرأ علينا هذه القصيدة ومن ثم سيكون هناك تعقيب أخير قبل الختام اقرأ يا أحمد تفضل سكاكن هذا الليل تأثر من صبري فتشعل ظلمائي وتسخر من بدري يا الله أمد يدي قد يتقي القتل يائس بكف ولاك من يدافع عن ظهري خبرت الليالي كلها فوجدتها أراجيحا لا ترضى الثباتة وقد تغري أغلق أبوابي عن الريح واللضى أغلق أبوابي أغلق أبوابي عن الريح واللضى فيفتح إعصار النوافذ من جمري يقولون لا تحزن أي فرح عاقل يقولون لا تشرح أأخجل من شعري هبوني لمست الشمس وهي بعيدة أليست قيود الأرض مفسدة النصري تكسر مجدافي فلم يجد زورق وأتعبت شطآني وأتعبني بحري على أمل بالبر ما زلت هكذا وأعرف أني لن أعود إلى البر ولو أن هذا العمر يكفي لهمة رضيته فهاتوا من سيبدأ لي عمري نحن نبدأ لك عمرك أيها الشاعر الفحل حقيقة كان الشاعر مجيدا أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته وردوانه وأن يجعل مذواه إلى جنانه مع النبيين وصدقين وشهداء والصالحين من خلانه أحمد في الختام ظل أن أسألك رسالتك إلى شباب شنقيط إلى مثقفي موريتانيا حتى ينقش أسماءهم وتظل خالدة شعرا ومسؤولية ما الواجب عليهم؟ ما الواجب عليك؟ وكذلك ما الواجب على من ينبغي عليه أن يقوم بواجبه تجاه هؤلاء حتى يؤثروا ويحفروا أسماءهم في سجل الخالدين رسالتي إلى كل شباب أن يلتزموا بمبادئ دينهم بمبادئ ثقافتهم أن يتوغلوا في تراثهم الجميل أن يرضعوا من هذا التراث اللغة العربية التراث الإسلامي التاريخ الإسلامي أن كذلك يمزجوا بين هذه الثقافة الجميلة بثقافة أخرى أن يتطلعوا إلى الشعوب الأخرى وأن يأخذوا من خيراتها الثقافية ما يتوافق مع مبادئهم وأن لا يتجاهلوا الواقع وأن يظلوا على هذا وهذا بإذن الله تعالى هو أو هي ركائز الإبداع والخلود فأتمنى أن يخلد الشباب الموريتاني والشباب العربي في الإبداع كما خلد أجدادهم فيه شكرا يا أحمد على تشريفك لنا في هذه الحلقة حقيقة النقاش والاستماع لك عذب جميل لكن كل بداية جميلة لها نهاية تعيدنا بما هو أجمل بإذن الله بإذن الله تعالى الله يحييك أستاذنا شكرا جزيلا لك أدي بناء الموريتاني الجميل أحمد شانقيطي وكان الحديث للأمانة ذا شجون حين الشعر الموريتاني الكبير الراحل الشيخ ولد بن لعمش لكنه إن مضى جسدا فإن روحه بيننا محلقة في قصائده الحاضرة العظيمة التي لا يمكن لها أن تنطفئ شكرا جزيلا بارك الله فيك أستاذي شاهدين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد في الأسبوع المقبل يتجددوا لقاؤنا وإياكم وحتى ذلك الحين لكم مني أطاب التمنيات دائما كونوا في رعاية الله إلى اللقاء شكرا يا أحمد اشتركوا في القناة